عام مر منذ أن مررت حكومة الكاظمي قانون خفض قيمة الدينار ضمن إجراءات ما سمي بورقة الإصلاح البيضاء لتكون النتيجة أن نحو ثلث سكان العراق ينامون جياعاً كما ويقترض 30% منهم ليأكلوا حيث تراجعت الحركة التجارية إلى أدنى موسوياتها في أسواق الجملة بالبلاد بسبب اعتماد البنك المركزي سعر الصرف الجديد للدينار والذي تمثل في شراء الدولار من وزارة المالية ب1450 ديناراً وبيعه إلى المصارف ب1460 ديناراً وللمواطنين ب1470 ديناراً ومن هنا بدأ امتعاض المواطنين من القرار الحكومي وعبروا عن ذلك بالتظاهر والاحتجان ضد هذه الخطوة التي رأى فيها كثيرون مقدمة لضم فئات جديدة من المجتمع العراقي إلى طبقة الفقراء في البلاد منتقدين حجج الحكومة بسعيها لتفادي الأزمة الاقتصادية الخانقة والسيطرة على تهريب العملة ومحاولة التغلب على تبعات جائحة كورونا اللجنة المالية في البرلمان انتقدت قرار خفض قيمة الدينار مشيرة إلى أن الحكومة كانت مطالبة بتبني إجراءات تسبق تعديل سعر صرف الدينار وأن هذا القرار إجراء صادم لتنفيذه الدفعة واحدة أما المختصون في الشان الاقتصادير أو أن القرار أدى إلى زيادة نسبة التضخم وخفض القدرة الشرائية للفرد العراقي بأكثر من 20% بعد أن تسبب بارتفاع أسعار السناع في الأسواق بنسبة 50% متجاوزة قيمة خفض العملة الذي بلغ نحو 22% من قيمتها خطوة بحسب خبراء الاقتصاد ستؤدي إلى تعميق الركود الاقتصادي الموجود أساسا وستخفض من حجم الطلب على البضائع وتزيد من مستوى الفقر في العراق وذلك بسبب استغلال المضاربين من الأحزاب والميليشيات المتنفذة الوضع عبر رفع الأسعار واستغلال الناس في وقت يعيش 4.5 ملايين عراقي ما دون خط الفقر وفقا لوزارة التخطيط الحالية ومنذ إعلان القرار يعيش العراق تحت وطأة أزمة مالية خانقة لم يشهد مثلها منذ عقود تقابلها مخاوف شعبية من إمكانية عكاس ذلك على المستوى المعيشي لعموم السكان وللطبقات الفقيرة بشكل خاص ترجمة نانسي قنقر